مرحبا متابعي قناة أطوانتيك بيرد المختصة في تربية الطيور خاصة الكناري والحسون كيفية القضاء على الفيش أو القمل عند الطيور نهائيا فالكل منا يعلم ما مدى خطورة هذا الطفيلي على حياة الطيور بشكل عام وعلى خصوبة الطيور بشكل خاص وكذلك عواقبه الوخيم على مردودية الانتاج عند الطيور في موسم التكاثر وتنقسم حشرة الفيش لعدة أنواع وهي حشرة الفيش الأبيض وحشرة الفيش الأحمر وحشرة الفيش الرئوي والعديد من الأنواع الأخرى وفي هذا الفيديو سنتعرف وإياكم على كيفية القضاء على حشرة الفيش وكيفية التخلص منها على الطيور أولاً هي حشرة الفيش تعتبر حشرة الفيش من الطفيليات عند الطيور التي تعيش وتتغدى على حساب كائنات أخرى وفي هذا الفيديو نتحدث عن فاش أو قمل الطيور وهي حشرة صغيرة القد دقيقة الحجم لا تكاد تراها بالعين المجردة وهي عدة أنواع وأشكال وألوان وتختلف الوانها وأحجامها باختلاف أنواع طعامها فمثلاً قمل الطيور أو ما نصطلح عليه بفاش الطيور ينقسم لثلاثة الوان وهي الفاش والأبيض الفاش الأحمر والفاش الأسود وتختلف ضرارها باختلاف طعامها فمثلاً الفاش الأحمر والأسود أو البني في بعض الأحيان يتغدى على دماء الطائر وهذا الصنف من أسوأ الأصناف التي تنهك صحة الطيور وكذلك تزيد من خسائر المربي وأيضاً تقلل من هامش الإنتاج لديه أما بالنسبة لنظيرتها دات اللون الأبيض حشر مجهرية تكون أصغر حجماً من الأولى ويتكون غداؤها الأساسي من ريش الطيور كما أن هناك بعض الأنواع الأخرى التي تعيش داخل الأكياس الهوائية للطيور أو الجهاز التنفسي للطائر وبشكل أضح رئتي الطائر وقصبته الهوائية تسبب له ضيقاً في التنفس وفي بعض الأحيان إن تطور المرض إلى مراحل متقدمة قد يعاني الطائر المصاب بالربو المزمن هناك أنواع أخرى تنتمي لنفس فصيلة هذه الحشرات وتكون دات حجم أكبر تظهر بشكل واضح جداً ويتعلق الأمر بقمل الحمام وقمل الدجاج وأيضاً ما يسمى بالبق أو بق الدواج علامات تدل على وجود حشرات الفيش عند الطيور من العلامات الواضحة التي تظهر للمربي تواجد حشرة الفيش الذي تتغذى على دم الطائر كثرة حكي وهرش الطائر لريشه وجلده بمنقاره أو بأرجله كثرة تنظيف الطائر لريشه وبشكل مبالغ فيه ضعف وهزل الطائر انزعاجه وتوقفه بشكل مفاجئ عن التغريد إن كان الطائر ذكراً من أصناف الطيور المغردة سهر الطائر أثناء الليل وخمول وقلة نشاطه أثناء النهار رفع أجنحته والرفرفة المتكرر لها وكأنه يحاول إسقاط هذه الحشرة والتخلص منها كثرة هرش الطائر للمنطقة المحيطة بأذنيه بواسطة رجله دليل أيضاً على محاولة الفيش الدخول والاختباء في أذن الطائر أماكن تحب حشرات الفيش أن تعيش فيها كما هو معلوم أن حشرة الفيش من الحشرات الليلية التي تنشط بشكل كدير أثناء الليل وتخمد أثناء النهار فهي من الحشرات الحساسة جداً لأشعة الضوء خاصة أشعة الشمس التي ترعبها وتلهب جلدها وتقضي عليها إن لم تجد مكان لكي تختبئ فيه أفضل الأماكن التي تحب حشرات الفيش التواجد والاختباء فيها هي هذه الأماكن ونذكرها بالترتيب في حالة أردت أن تبحث لتكتشفها المجثمة أو المجاثم أو العصيات التي تقف عليها الطيور وخصوصاً إن كانت قصبية أو خشبية فهي المفضلة لحشرة الفيش الشقوق المتواجدة في الأقفاص أو السلاكة ككل وأيضاً الشقوق المحيطة بمكان وضع قفص الطائر لهذا يجب التركيز أثناء البحث على مثل تلك الأماكن فمن الممكن أن تجد فيه حشرة الفيش بالنسبة للأقفاص الخشبية ركز على زاوية القفص وزاوية المأكلية الخشبية أو رعاء الأكل ومكان تركيبه ركز أيضاً على تقوب الخشب التي تتصل بالأقفاص المعدنية وأيضاً زاوية باب القفص والزاوية بشكل عام تأثير حشرة الفيش على صحة طيور الكناري لتضمن حشرة الفيش صحتها يجب عليها امتصاص دم الطائر وبهذا تعرض حشرة الفيش حياة الطيور للخطر ومن أبرز المشاكل التي تسببت فيها حشرة الفيش للطيور وهي كالتالي تؤدي حشرة الفيش إلى فقر الدم عند الطيور وذلك راجع إلا أن حشرة الفيش تتغذى بشكل مباشر على دم الطيور تسبب حشرة الفيش الهزال الشديد عند الطيور فكما ذكرناه بسبب انتصاص الحشرات لدم الطيور فهي تفقدها قوتها وأيضاً مخزنها من العناصر المهمة في أداء الجسم لوظائفه بشكل مثالي مما يسبب في فقدان جسم الطيور ومخزونه من المواد الأساسية قصد تلبية وتوفير هذه المواد لباقي أعضاء الجسم التي تحتاجها تؤدي حشرة الفيش إلى تساقط ريش طيور كلاسيما أنها لا تستطيع تجنبها بطريقتها الخاصة كما هو الشأن في البرية فالطيور في البرية تعتمد على نفسها وعلى فطرتها في القضاء على جميع الحشرات التي تسبب لها المشاكل ومن ضمن هذه الطرق الطيران بعيداً مصدر المشاكل الاستحمام في جداول المياه والاستحمام في التراب أو الرمل قضاء أكبر مدة من وقتها في أشعة الشمس تسبب حشرة الفاش أو بعض الأنواع من هذه الحشرات إلى الأمراض التنفسية وفي بعض الأحيان تصل حشرة الفاش إلى رئة الطائر مما يسبب نفوق وموت الطائر حشرة الفاش هي من أول عوامل موت الفراخ أو صغار الطيور في العش فكما هو معلوم أن حشرة الفاش تتغذى على دم الطيور فإن فراخ أو صغار الطيور تكون فريسة سهلة لحشرة الفاش كما أن العش أو خيوط العش الرطبة برطوبة أجسام الطيور توفر مناخاً جيداً لتكاثر هذه الحشرات تؤدي حشرة الفاش إلى هجران الأنثى لعشها وإن كانت كمية هذه الحشرات كبيرة جداً عنا هو معقول في فترة الإنتاج فهذا حتماً سيجبر إناث الطيور على فرق العش إما من الإنزعاج الشديد من لساعات حشرة الفاش أو تدهور صحة الأنثى وبالتالي تغلب عندها غريزة البقاء فتهجر العش سواء كان فيه البيض أو الصغار وهذا حتماً سيؤدي إلى تدهور إنتاج الطيور وربما فقدانها أيضاً فزع الطيور القفص وعدم أمانها في القفص عندما تلاحظ أن الطيور تطير من مكان إلى آخر تكتر من هرش وتنظيف ريشها فعلم أن حشرة الفاش هي السبب وخصوصاً في الليل أو أثناء نوم الطيور ببساطة لأن حشرة الفاش تنشط بالليل الصلع وغيار ريش الغير المسمى قد تسببه حشرة الفاش في معظم الإحيان إبادة حشرة الفاش بواسطة دواء إيفرمكتيب البيطري إيفرمكتيب هو عبارة عن دواء بيطري يستعمل للقضاء على الطفيليات عند الحيوانات مثل الخيول الأبقار والمواشي بصفة عامة ويستعمل أيضاً في القضاء على فاش الطيور الأليفة سواء المغردة منها أو طيور الزينة الأخرى مثل الببغاوات منها الصغيرة أو الكبيرة وأيضاً يستعمل للقضاء على قمل الحمام أما بالنسبة لطريقة الاستعمال نضع نقطة منه في رقبة الطائر بين جناحيه لكن مع الحذر الشديد لأنه محلول قوي وتركيزه يكون عالياً جداً فإن وقع في أعين الطائر من الممكن أن يصيبه بالعم أو فمه سوف يموت نظراً لقوة هذا المنتج وهو أيضاً ينقص من خصوبة الطيور لأن له القدرة على اختراق الجلد ليصل مجرى دم الطائر وبهذه الطريقة يؤدي وظيفته فحين يمتص طفيليات الدم يموت فوراً لهذا يجب أن لا يستعمل في فترة التجهيز والتزاوج كما يجب تطبيقه على الأقل شهر كأقل تقدير قبل موسم الإنتاج ملاحظة أخرى الإفريمكتين فعال جداً للفاش الرئوي وكذلك الطفيليات المعوية مثل الدودة الشريطية إبادة حشرات الفاش بواسطة البدرة تعتبر بدرة الحشرات من الوسائل الفعالة للقضاء على قمل أو حشرة الفاش عند الطيور كما هو الشأن لحشرات المنزل أو غرفة الطيور تستعمل بدرة الحشرات في عدة حالات منها كالتالي أولاً يمكن رشها في زوايا الغرفة والشقوق وكذلك الثقوب المتواجدة في الحيطان أو نأخذ مقدار ملعقتين منها ثم نضعها في لتر من الماء ونرش بها الأماكن المراد تعقيمها يمكن أن تطبق على الطيور لكن بحذر شديد لأن هذه الفكرة لها من السلبيات الكثير حشرات الفاش بمودة طبيعية هي الأفضل والأحسن تعتبر المودة الطبيعية من الأساليب التي يستعملها جل مرب الطيور للقضاء على حشرة الفاش نظراً لانعدام المخاطر فيها على صحة الطيور وكذلك المضاعفات التي تنتج جراء استعمال المودة الكيميائية أو الأدوية البيطرية لكن ما يعيب هذه الطريقة هو نتائجها التي لا تأتي إلا بالصبر والمثابرة من طرف المربي ولا تظهر النتائج إلا بعد مرور الوقت في الحقيقة وتعتبر هذه المود مودة وقائية أكثر ما هي مود علاجية علاج حشرات الفاش بخل التفاح الطبيعي نضيف ثلاث ملاعق من الخل العادي أو خل التفاح في لتر من الماء ونرش به الطيور في كل مرة ترغب في تشميس الطيور علاج طبيعي وطارد للطفيليات وليس له أي تأثير سلبي على الطيور علاج حشرة الفاش بالليمون الحامض نضيف نصف ليمونة حامضة في لتر من الماء ثم نرش بها الطائر فالحامض منعش ومطهر وقاتل لحشرة الفاش ويحمي الطيور من القمل الحامض ليس له أي تأثير سلبي على الطيور علاج حشرة الفاش بملح الطعام نضيف ملعقتين من ملح الطعام وتذاب في لتر من الماء ثم نرش بها الطيور الملح يقتل حشرات الفاش ويساعد على تعقيم الجروح التي تسببها حشرة الفاش للطيور فإن هذا ما سمح لنا به الوقت وكذلك الجهد نقدمه لكم بطريقة يسيرة وسهلة كما نتمنى أن ينال هذا الموضوع على إعجابكم وأن تعم الفائد على الجميع ترجمة نانسي قنقر